وإحنا بنحتفل النهاردة بعيد الشرطة لازم نتكلم عن الدور اللي بيقوم بيه رجال الداخلية في حماية المواطنين وتحقيق الأمن بمفهومه الشامل وإزاي رجال الشرطة كليهم دور كبير في استعادة الأمن طبعاً عادينا نعرف تفاصيل أكتر عن استراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان من ضفنا دكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة اللي بنوارنا صبر خير على حضرتك صبر خير على حضرتك صبر خير على مصر كلها يا أهلاً بيك يا فن بكل تأكيد ما كانتش مهمة سهلة على الإطلاق استعادة الأمن والاستقرار في البلاد بعد الفترة اللي شهدتها مصر تضحيات كتيرة جداً بزالتها وزارة الداخلية ورجال الشرطة البواسل لو نتكلم عن استراتيجية الوزارة بشكل عام في تحقيق الأمن والأمان والله إحنا عايزين نقول الأول كل سنة وشرطة مصر بخير ويا رب دايماً بخير وكل سنة ومصر كلها بخير ويا رب دايماً بخير إن شاء الله وبرضو بنترحم على شهداء الشرطة وشهداء قوات المسلحة وشهداء المصريين من المدنيين حتى وبنترحم على شهداء فلسطين يا رب إن شاء الله الاستقرار يعود للمنطقة لأن ده مؤثر بلا شكل على أمننا وأمن المنطقة كلها وعايز أقول لحاكم استراتيجية وزارة الداخلية لاستعادة الأمن طبعاً دي خدت مراحل متعددة ولأن الأمن لي مفهوم لم يعود المفهوم التقليد القديم الأمن دلوقتي يبقى مفهوم شامل زي مع عشار سيادة الرئيس الأمن بقى أمن اقتصادي وبقى أمن سياسي وبقى أمن جنائي وبالتالي أصبحت الأعباء اللي على جهاز الشرطة أعباء كبيرة جداً وتعاملت الاستراتيجيات الجديدة كلها تواكب زالت أصبح فيه جرائم مستحدثة أصبح فيه جرائم بترتكب على الإنترنت أصبح التوسعات المدن الجديدة أصبح الاقتصاد اللي بيعيشه المصريين في الوقت الرهن كل ده كان ليه تأثيرات على الأمن كانت متطلباً الاستراتيجية تواكب زالت والحمد لله وزارة الداخلية ممثلة في أجهزتها المتعددة سواء الأمن الوطني عشان الأمن السياسي سواء الأمن الاقتصادي أو القطاع الأمن الاقتصادي أو القطاع الأمن الاجتماعي أو القطاع الأمن العام أو القطاع الأمن المركزي كله طور في استراتيجياته كله غير في استراتيجياته ليواكب الجديد اللي أصبح العالم بيعيشه وليواكب كمان التدعيات الإقليمية والدولية اللي بقى لها دور كبير جدا في زيادة عدد البقر الإجرامية سواء في الإرهاب سواء في المخدرات كل ده أثر سلبا ما فيش شك على النواحي الأمنية وبالتالي بقى متطلب مجهود أكبر الحمد لله وزارة الداخلية قدرت تواجه ده والمواطن مصري يمكن عايش من فضل الله سبحانه وتعالى في الفترة اللي فاتت دي فأمن وأمان ما حسش بهذه المتغيرات وتأثيراتها السلبية على دول كتير جدا حوالينا في المنطقة طيب دكتور الحقيقة زي ما حضرتكم بتتكلم دلوقتي أنه يمكن المخاطر الأمنية أو يمكن التحديات الأمنية كمان تطورت مع تطور الوقت اللي بنعيش فيه وتطور التكنولوجيا ومؤخرا حتى في وقت الصعب اللي كنا بنعيشه ووقت ما قدرت قوات الشرطة المصرية أنها تواجه الإرهاب وتستعيد الأمن مرة أخرى كان من ضمن المشكلات والتحديات وفكرة استقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان فيه دور كبير جدا لرجال الشرطة في هذا الملف تحديد لو حضرتك تكلمنا عنه هو حضرتك دايما المجرم بيحاول يطور نفسه مرتكب الجريمة أساسا هو بيطور نفسه هو بيحاول يستفيد دايما من التكنولوجيا الحديثة وبالتالي الأجهزة اللي بتوجهوا لازم هي كمان تكون على درجة أعلى من ذلك يعني شرطة مصر مثلا أنشأت إدارة تكنولوجيا المعلومات عشان الجرام اللي بترتكب عن نت تعرف حاجة دلوقتي كم الجرام اللي بترتكب عن نت وإحصائياته بقت عالية جدا سواء لابتزاز المالي لابتزاز الجنسي كتير جرائم كتير جدا متعددة أصبحت بترتكب عن طريق جهاز الحسب القالية وعن طريق النت ده ما كانش موجود قبل كده فعلى طول وزارة الداخلية وجهته بإنشاء إدارة عامة كبيرة جدا اسمها إدارة تكنولوجيا المعلومات لمكافحة مثل هذا النوع من الجرائم لأن الجرائم دي سهل جدا ارتكابها بيقعد ولد عنده 15 و 17 و 20 سنة وبيبقى في غرف مغلقة وبيرتكب هذه الجرائم وبالتالي حتى موجهتها كمان لازم يكون بتكنولوجيا تقابل اللي بيستعمله الولد أو بيستعمله المجرم أو بتكنولوجيا أعلى وده اللي وصلت في وزارة الداخلية ويمكن حضرتك لو تتبعنا الإحصائيات في الفترة اللي فاتت دي نجد أن القضايا اللي تزبطت في مجال القضايا اللي بترتكب على الإنترنت إحصائية تعالية جدا 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 وبدأت الإدارة دي نفسها تتوسع وتتطور وفيها طبعا فنيين وفيها غير أن فيها يعني زباط على مستوى عالي جدا فيها زباط متخصصين عشان كده حتى قطاع أكاديمية الشرطة بدأ هو كمان يتطور نفسه عشان يواكب هذه الظروف بدأنا ناخد في الكلية متخصصين في مجالات متعددة لتواكب الظروف اللي بنعيشها أو اللي بيعيشها العالم دلوقت سعيد دي نقطة مهمة جدا يعني بجانب الإدارات والقطاعات اللي حضرتك ذكرتها عشان تواكب التطور التكنولوجي الحاصل وتطور في مستوى الجريمة في شكل عام كان مهم كمان أن المناهج اللي الطلبة بتدرسها أثناء دراستهم في كلية الشرطة هي كمان تتطور وتتغير ما فيش شك أن حضرتك زي ما قلنا المستحدث لازم يقابلوا بشيء مستحدث وبالتالي عند حضرتك لما ظهرت هذه الجرائم بدأت الأكاديمية نفسها تطور من نفسها وبدأ يبقى فيها حاجات كتير جدا تواكب مثل هذه التطورات بدأ الطالب يعرف يقعد على الكمبيوتر ويعرف يرائب ويعرف يلاحظ ويعرف يطلع معلومة ويعرف يحل المعلومة ويعرف يوصل للمجرم بالوسائل مش التقليدية بقى بالوسائل الحديثة اللي بتؤدي إلى الحد من هذه الجرائم لأن أنا عايز أقول دايما ما فيش حاجة اسمها منع جريمة هو دايما بنحد من الجريمة والحمد لله إحنا نسبة الحد من الإجرامة عندنا عالية جدا إنما منع الجريمة لا هي الجريمة موجودة منذ نشأة الخليقة على الأرض محدش يقدر يقول أن الجريمة هتمتنع بصفة أو بصورة مطلقة لكن معدلات الجريمة قلت كثير قلت كثير حالك لو جدا مثال جهاز الأمن الوطني في مصر الحمد لله جهاز متفوق جدا جدا يمكن معظم الدول بتاخد التجربة المصرية دلوقتي وبتطبقها الإرهاب ما ظهر في بداية التسانات 91-92-94 ثم اختفى فجأة فترة وعادة فجأة بعد يناير 2011 مصر الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى بوسط وزار الداخلية أو عن طريق وزار الداخلية وكوات المسلحة كمان شاركت معنا وجهاز الأمن الوطني قبل بلاء حسن راح كتير شهداء بنترحم عليهم دايما وما بننساهمش ووجهوا هذه المشكلة وضعوا استراتيجيات تناسب الوقت الراهن غير الاستراتيجيات اللي توضعت في بداية التسانات لأن طبعا التطور الطبيعي الحياة بدأ هم نفسهم استخدامهم للسلاح اختلف الآلات والأدوات اللي هم بيستخدموها في ارتكاب جرائمهم اختلفت العمر تطور مع المجرم وبالتالي لازم كان يتطور معنا والحمد لله يمكن زي ما قلت وأشرت وبشير دايما لمجهود الأمن الوطني في مكافحة الجريمة الإرهابية وفي مكافحة الإجرام السياسي لا الحمد لله عاملين شغل وعملين مجهود الناس كلها بتتكلم عنه سواء في الداخل أو في الخير دكتور يمكن قدر رجال الشرطة الحقيقة هو أنه لازم طول الوقت يكون فيه يقضى أمدية مستمرة الحقيقة في الشكل أكيد وللأسف يعني المنطقة بتواجه تراجع أمني بشكل مش بسيط وده بيخلي يمكن المنظمات الإرهابية بور الإرهابية مرة تانية بتحاول أنها تعيد تمركزها وتستعيد قدراتها مرة أخرى إزاي رجال الشرطة المصرية طول الوقت قادرين يعززوا من استمرار هذه اليقظة الأمنية وأيضا التكاتف والتعاون الموجود في كافة قطاعات أيضا وزارة الداخلية هو ذا ما حاجة أشارتي التدعيات اللي حوالينا الصراعات اللي حوالينا دي بتكسر من الجريمة ما فيش شك بتسهل تحرك المجرمين سواء إرهابيين أو حتى على مستوى تجارة المخدرات بتكسر جدا في المناطق اللي فيها بقر صراعات شيء بيساهل عليهم هما دي بالنسبة لهم طربة خصبة يقدروا يتحركوا من خلالها وبالتالي لازم فيه دربات استباقية للأجهزة الأمنية ومتابعات مستمرة لهذه البقر وزبطها وده اللي حاصل سواء من الأمن الوطني سواء عندنا برضو الإدارة عامة ومكافة المخدرات مجهودها يعني مجهود برضو الناس كلها بتشيد بيه ويستحقوا الإشادة دايما الحمد لله يمكن في فترات لحظة حضرتك فترات الحروف فترات التدعيات الدولية أو الإقليمية اللي حوالينا إما بتتصاعد بيكتر الزبط يعني إدارة المخدرات يمكن في الفترة اللي فاتت دي زبط عدد من الأضايا أضايا كبيرة جدا لأنهم تجار مخدرات أو العصابات الإرهابية أو عصابات المخدرات الاتنين بيستغلوا هذه الظروف أو بيستغلوا هذه التدعيات في أنهم ينشطوا ويبدأوا يحاولوا أنهم يكونوا بقر إجرامية ويرتكبوا جرائمهم إنما الحمد لله سواء على المستوى ده أو على المستوى ده العمليات الضبط بتقول أن إحنا لنا ضربات استباقية قدت إلى نتائج إيجابية قللت كتير جدا جدا من دخول المخدرات مصر قللت كتير جدا جدا ما عدتش يمكن تقريبا مش عايزين برضو نقول إن انتهى الإرهاب ولكن ما بقناش من فضل الله سبحانه وتعالى نحس بي خالص تقريبا أصبح غير موجود ونقولنا مش هنقدر ممكن يحصل عمل فردي ممكن 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 كل ده قائم ما فيش حد يقدر ينكر إن الجريمة لا تمنع في يوم من الأيام ولكن الموقف بالنسبة للأمن في مصر لا الحمد لله الأمن مستقر إلى حد كبير جدا ده بيؤكدوا كمان يا فندم معدل عمليات الإرهابية اللي كانت بتتم شوف كانت كام في يناير 2015 وشوف دلوقتي هي ما هو اللي بيحكم عملي أنا ويبين مجهودي أنا هو الإحصائيات والمقارنات أنا باجي على فترات زمنية معي أنا بكارم ما بين سنتين في التسعينيات وسنتين في الألفين وهكذا ده اللي بيقول إن أنا ماشي صح ولا ماشي غلط أنا لو أنا ماشي صح خلاص أنا بكمل في هذا الطريق أنا عندي سلبيات بحاول أتلاف هذه السلبيات وعالجها بحيث اللي جاي بقى أفضل وظهر ما خلقشك كده الاستراتيجية اللي حاجة سألت عليها في البداية بتتغابس ومستمرت ما أقدرش أنا حط استراتيجية متجمدة وتعف عند حد معين وخاصة أن المجرم بيستغل كل ما يجده من ظروف سواء كانت هذه الظروف ساعدته ماديا بتكنولوجيا حديثة أو ظروف ساعدته نتيجة إن هي فرضت نفسها زي التدعيات اللي موجودة في الدول اللي حوالينه وزي ما حدق قلت مثلا يعني هو عارف مثلا مركزات رجال الشرطة أما كانها ثبتة ومعروفة فهيبتدي يتفادي الأماكن اللي هم موجودين فيه فلازم تكون الخطة دايما متغيرة بالضبط متغيرة بحسب الوضع وخلي بالحاج برضو يلقك من السبتة دي أصل لها أغراض معينة تتعلق بقى بدبط عضايا متعلقة بالأحكام وتنفيذ الأحكام إنما الشغل اللي مش ظاهر على الأرض هو ده الشغل اللي بيكون نتيجة تحرياته ومرأباته وملحظاته ومجهود بيبزل في الغرف المغلقة قبل أن يظهر في الشارع أو على أرض الواقع طيب دكتور لو حضرتك تلخص لسادة المشاهدين تطوير منظومة الأمن خلال السنين اللي فاتت وكمان يعني لازم كمان الحقيقة نشيد بالخطوات المهمة اللي حصرت على مدار السنين اللي فاتت وهي فكرة وجود مراكز تأهيل وإصلاح آه ده مسألة مهمة جدا 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 مفيش شك احنا دلوقتي يمكن كانت زمان بتتسمى السجون كانت زمان بتتسمى لما غيرنا المسمى وخلناها بقت حاجة مجتمعية بقت حاجة للتهزيب و للإصلاح أنا باخد المجرم بعد ما بياخد الحكم هو خلاص خد جزاء ما فعل وبالتالي أنا بحاول أن أنا أرجع شخص يتكيف مع المجتمع ويبقى شخص منتج فبيتعلم شغلنا داخل السجن إن كان هو أصلا عنده مهنة أو حرفة كان بيحترفها أو بيمتهنها قبل دخوله السجن بيشتغلها سواء كان خباس سواء كان كهربائي سواء كان صانع بأي شكل من الأشكال وبالتالي أنا بكيفه مع المجتمع وسهل عليه مسألة رجوعه وبيرجع كمان بيتقاضى أجر داخل السجن بيقدر إنه هو يحس بوجوده إنه هو أصبح رغم إنه في السجن شخص منتج وبالتالي دي مراكز الإصلاح والتأهيل اللي اتعاملت في مصر ومتميزة جدا فيها مستشفيات على أعلى مستوى فيها تدريب ماني على أعلى مستوى فيها برضو بيمارس الرياضة فيها فأصبح المكان نفسه لأ متطور بصورة تتناسب مع الحياة اللي احنا بنعيشها في الوقت الرهن لأنه كلنا شايفين التطور اللي شاهدوا الحياة يعني أو التطور اللي موجود فيه كل دول العالم دلوقت طيب خلال الفترة اللي فاتت بقينا بنشوف تكثيف كده لوجود العنصر النسائي في الشرطة والله يعني العنصر النسائي موجود ودروري لأن احنا يعني في حاجات حتى قانونية احنا بندرسها للطلبة يعني لا يا جوز تفتيش الأنساء إلا بمعرفة أنساء فأنا إزاي أنا ما يبقاش عندي ظابطة شرطة في مطار الكاهرة مثلا أو ظابطة شرطة في ميناء من الموانين أو ظابطة شرطة هتنزل تنفذ معي مأمورية هيبقى فيها ظابط الستات أو ظابط الجنس الآخر يعني وبالتالي لازم أنا يبقى معي لازم يبقى في الشرطة المصرية شرطيات بأد دور زيهم زي زميلهم من الزباط من الزكور لأن ودي كمان أصلها برضو مما شهده التطور الطبيعي للحياة في الوقت الراهن يعني لاحظ أن دلوقتي ما فيش مجال من مجالات الحياة المرأة ما دخلتش فيه وبعدين أثبتت في مجالات كتير جدا كدراتها ما فيش شك يعني وبالتالي يعني مكملين لبعض لأن زي ما قلت لحضرتك لا ده بتبقى مطلوبة ومطلوبة فبعض المواقف بصورة مهمة جدا ما يقدرش فيه بعض الحاجات اللي ما يقدرش يقوم بها غير العنصر النساء وده يعني برضو زي ما بنقول التطور طبيعي شاهده الحياة يعني طيب لو حضرتك تكلمنا كمان عن دور الأجهزة الأمنية في ملاحقة الخارجين على القانون ضبط البؤر الإجرامية هو حاجة أنا يمكن ما بدأنا الحديث مع حضرتك والسادة المشاهدين قلنا أن دايما الأمن ليه مفهوم شامل ما هواش الأمن اللي بينظر ليه النظرة الضيقة بتاعت زمان التقليدية المتعلقة بالكان الأمن أمن جنائي فقط يعني سرق أو نصب وقتل أو ضرب أو جنب وشيء من هذا الكمال دلوقت الأمن بقى متحدد بقى عندنا بقول لحضرتك بقى فيه جانب متعلق بالأمن السياسي جانب متعلق بالأمن الاجتماعي جانب متعلق بالأمن يعني بقى فيه دور اجتماعي للشرطة دلوقت تصريح العمل والجوازات الدور بتاع شرط السياحة ويمكن عندنا شرط السياحة لها دور مهم جدا لأن زي ما حكي عارفة قد إيه السياحة مهمة لمصر دلوقت الرهد أنا يمكن من فترة بسيطة كنت يعني في زيارة في المناطق السياحية في الأقصر أنا شاهدت وتفرجت على قد إيه الأمن بيبز الجهد متعلق بشرط السياحة والأنشطة السياحية وتأمين السياح وتأمين المناطق السياحية وتأمين الأثار كل دي فرضها الواقع الجديد اللي احنا بنعيشه كل ده فرضته التعدد والأعباء الجديدة اللي بقت على الأمن عشان كابل نقول إن الأمن بقى عليه كم أعباء غير الأعباء التقليدية اللي كانت عليه فيما مضى يعني بقى فيه حاجات متعلقة بالسياحة والأثار حاجات متعلقة بالأمن السياسي حاجات متعلقة بالاقتصاد والمشروعات الاقتصادية الجديدة يعني تأمين الطرق وتأمين المدن الجديدة وتأمين المحطة الكهرباء وتأمين الكل ده بيتطلب مجهود جديد لوزارة داخلية ما كانش هذا المجهود مطلوب وبيتطلب تدريبات بكل تأكيد للضباط بيتطلب تدريبات كمان للضباط اللي هينتقلوا مثلا في حركة التنقلات أكيد لو حد يروح يخدم في شرطة السياحة بكل تأكيد بيكون فيه تدريب عاصل حضرتك يعني بتتكلم عن حركة التنقلات دي حركة التنقلات بيحكومها حاجات كتير جدا عندنا قطاع في الوزارة طبعا قطاع متماس جدا قطاع شرطة زباط هو بيعرف كويس قوي مين يروح فين وإمتى وفق مؤهلاته طبعا وفق دورات التدريبية اللي حصل عليها وفق التخصص اللي كان إن كان عاشه في الكلية وفق إمكانياته وقدراته وهو وحاجات كتير أعدر أقول إن دا يروح في المكان دا ودا يروح في المكان دا وبالتالي الحركة بيحكمها وفي حاجات إنسانية بتحكمها وحاجات اجتماعية بتحكمها حد عند ظروف ما أو الآخرة برضو بيبقالها دور في مسألة التنقلات عشان كده هي منظومة متكاملة والأجهزة بتسند بعض كلها والأجهزة كلها الاستراتيجية كل جزء منها أو الاستراتيجية كل جزء واحد أو كل قسم واحد جزء أو كل نشاط واحد جزء أو كل منظومة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لكن في نهاية فيه تكامل وفيه تنسيق ما بينهم وبالتالي التنسيق دا مطلوب بسبب مستمرة وعصب الأداء طبعا في وزارة داخلية هي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي دول بقى الجهتين يعني الأمن العام طبعا مسؤول عن الأمن الجنائي في البلد وعام المجهود برضو ووافر وغير طبيعي الناس اللي بتشيل بقى المأموريات والاكتحامات والأخر والزبط والأخر القطاع الأمن مركزي والدور الكبير جدا اللي بيقوموا به ولذلك قطاعات الشرطة كلها ما نقدرش أن احنا نقول طب ما فيه القطاعات الاجتماعية زي الأحوال المدنية والجوازات وتصريح العمل ما دي لها دور إيجابي وبرضو زي ما حقا قلت الزبط ممكن يتنقل من مكان لمكان هيقدي العمل لأنه هو حاصل برضو في الكلية على المؤهلات اللي بتأهله الأداء في كل مكان إما بتدينه دورات تدريبية في مجال ما بسقله في هذا المجال وبقدر اوديه وبقدر اغيره وبقدر اجيبه وهكذا دكتور زي ما حضرتك تحدثت رجل الشرطة على قد ما لازم يكون عنده قدر من الحزم والاضباط بشكل كبير جدا لازم يكون كمان عنده قدر من ضبط النفس لأنه فيه يعني جزء كبير من عمله موجود هو وسط المواطنين فلازم يكون فيه قدر من ضبط النفس والتعامل مع وتفهم كمان الأوضاع المختلفة اللي بيقابلها حتى في الشارع أثناء عمله سؤال حضرك سريعا جدا يا فندم ازاي بيتم تدريب ضباط الشرطة على الصلابة النفسية دي للتعامل مع موقف والله يا حضرتك هو يمكن الكلام ده بيبدأ معامل الكلية يعني احنا عندنا فترة تدريب الأولية اللي هم الطلبة فيها دلوقتي تسمع فترة المستجدين التلات شهر الأوليين هو بيتعلم فيهم ضبط النفس هو بيتعلم فيهم ان الراكشن بتاعه يكون متناسب مع الاكشن اللي حصل ما يبقاش عنده رد فعل عنيف أو عنده رد فعل فيه تهور وبالتالي بيقدر هو تلقائي من خلال الخبرات التراكمية اللي بياخدها في الكلية ثم اللي بيتدرب فيه عليها وهو ظابط واللي بيتتنقله من زميله الأكبر منه لحد ما يصل إلى هذا المستوى لأن دايماً أنا معرض لإني يحصل معي أحداث غير طبيعية دايماً يحصل لحوادث وأنا في الشارع وأنا في بواجه مشكلة وأنا بازبط وأنا بفتش وأنا وأنا مواقف كتير جداً طبعاً زي ما حق قلت لازم يكون عنده إمكانيات تمكنه من ضبط نفسه وعدم القيام بإجراء أو بتصرف يؤخذ عليه وزي ما أضبط بتعمل حسابات للحاجات دي كفاسة جداً جداً عظيم كل شكري لك يا فندم منوشك حتاك شكراً جزيلاً نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة شكراً لحضر لك يا فندم شكراً لحضراتكم شكراً لحضراتكم شكراً أستاذ مشاهد شكراً